في واحد موجود بلسعودية بينزل دائماً محتوى المحتوى تاعه هو بيحكي فيه عن البنات يعني زي ابو مراد بس بلسعودية موجود دائماً بيحكي كيف هوو بيحب البنات دائماً بيحكي كيف كيف لَ البنات يضيفوه على السنابشات ضيفوني على الأصفر هو بيحكي الأصفر عشان ما يحكي الَّاسناب على أساس بس يحكي الأصفر هيك التيك توق رح يطلع له الفيديو داعه إكسابلور لاني ما حكيت اسم شركه دانية هاي اعتقادات التكتوكرز التكتوكرز خلوكم عجنب شوي هيك شوي هلا بنا نركز لنا على هذا فهودي فهودي هاي الفترة عم بنزل فيديوهات وهو حاطت شعر طويل هو بفكر شكله بهذا الشعر حلو فعشان هيك صار ينزل فيديوهات بهذا المنظر هاي بنات أحدكو مرحبكو أضيبوني أكتابي أضيبوني كلكم يا مرحبا اكس نقطة خمسة خمسة سيتي خمسة خمسة الأصباح لي وبكتب لكم كتابه وانا كلكم مضيبوني ما تبصوني خلينا هلا ننشيل شكل فهودي على جنب بس بدي أحكي على شغلة إضافة فهودي بالاسناب يعني فهودي حتى اللي بده يضيفك هيكون صعب جدا إضافتك اسمك كتير صعب من أصعب الأسامي اللي موجودة بالعالم بالاسناب ليهك اسمك قصيدة رقم شاصي انت هذا ولا اسم شو هذا الاسم بالاسناب شات كتير طويل اكس 708C شو هذا الاسم يا فهودي فهودي خلي اسمك أصير عشان البنات على السريع يعرفوا يضيفوك يعني فهم علي يدخلوا على السريع سناب يكتبوا الاسم يطلع لهم على السريع فهودي فهودي مستحيلة لو له فيديو هو ما بيحكي ضيفوني بكل فيديوهاته لازم يحكي هاي الجملة ضيفوني على الأصفر ضيفوني على السناب بده السناب بتاعه ينشهر بأي طريقة ومن زمان بيحكي عن هذا الموضوع زي ما انتو شايفين طالعنا بهذا الشعر اتوقع فهودي بدأ يتحول اتوقع فهودي خلص فقد الأمل انه ما قادر يجيب اي بنات هو من زمان بيحكي كيف انه بيحب كتير البنات بده بنات يضيفوه بس ما في بنات عم بيضيفوه فبدأ يتحول خلص هاي بداية التحول لفهودي بده يصير أنثى فقد الأمل فحكى خلاص خليني ألبس هذا الشعر وأطلع فيه يمكن يضيفوني بنات شباب يمكن البنات فكوني بنت ويضيفوني عشان بهاي الطريقة انه اخدعهم انه انا بنت زيكم يلا ضيفوني انا حلو بنات صح منزل هذا الفيديو كمان هذا الفيديو جاب له مشاهدات اللي قبل شوي انا ورجيتكم اياه جاب له مليونه شوي فبعد ما شاف انه جاب له كتير مشاهدات شو صار يسوي فهودي صار دائما ينزله وحطت هذا الشعر الشعر هذا طبعا يا 100% اصطناعي فهودي لقى هذا الشعر يمكن بالشارع يمكن لقى بصالون اخده من تاع الصالون حكاله انا ما بدي اياه وصار يستخدموا بالفيديوهات تاعته شاف انه جاب له مشاهدات فكمل بهاي الشغل صار يعمل اكتر محتوى بهذا الشعر في فيديو شفته كمان قعد بيحكي فيه عن الاضافات بالسناب بده الناس يضيفوه بالسناب بس حكى فيه انه انا ما بدي الشباب انا بس بدي بنات غضيفوني بنات مرحب بكم مرحب بكم اضيفوني والاصبر حقي بالبايا اضيفوني ثاني وشباب انا ما اضيف شباب لا اضيفون اذا ضبتني اهكسك عالي اضيفوه تدعبوه اهكسك ما احا اضيفك انا ما اضيف البنات بس وانتوا معرفين المشكلة من اصبر حاج التمادي يتبنى يتبنى بسبب انت الشباب ان يكتبون كومنت سلبي والشركة تتبندني فكذا انا بطلت ولا اضيف شباب اهدوا سموحوا منكم شو دخل الشباب انه يكتبوا لك تعليق سلبي وتتبند فهودي انت شكلك عامل مصيب كبير عشان تتبند من السناب مستحيل من تعليق سلبي تتبند من السناب يا فهودي انت وضعت جدا جدا غريب زي ما انتوا شفتوا بهذا الفيديو قاعدة بيحكي بس للبنات يضيفوه بدوا البنات يضيفوه باي طريقة بيدور على حب حياته قاعد من زمان بالتك توك حاول يدور باللايفات حاول يدور بالاسناب هلأ كمان قاعد بيحاول يدور بس ما في حدا ضفه هودي فهودي لما شاف اللي ترند الهندي طالع تاع البنات لما يحطوا ميكياج عرفتوا اكيد هذا اللي ترند راح سوى نفسه راح عمل نفس هذا الفيديو تاع البنات انه على الاساس يغير شكله يعمل زي البنات بس هو ما عمل هيك هو بس حطفل تار وصار يرقص على الاغنية ما راح أورجيكم كل الفيديو لانه الفيديو عن جد كتير طويل طوله ستة وخمسين ثانية وفهودي عم يعمل بكل الفيديو هيك ما بدنا هلأ احنا نركز على هذا الفيديو في فيديوهات تانية فيديوهات لفهودي ونفس الاشي قاعد بيحكي للناس ضيفوني يا اخي على الاسناب خلص ضيفوني فهودي انت قاعد بتتحول جد قاعد بتتحول مع الفلتر كمان ضايل بس تشيل الشنب وخلص بصير شكلك عن جد زي البنات ما ضل اشي وخلص بتكمل هذا التحول تاعك لا يا فهودي ما بصير هيك ما بصير تروح على هذا الطريق عارف انا في بنات ما عم بيضيفوك البنات عم بيسحبوا عليك بس مش تروح على هذا الطريق لا تفقد الامل خليك واثق من نفسك والبنات رح يضيفوك بس لا تطلع بهذا الشعر مرة تانية مشان الله حدا بيعرف فهودي عن جد بحكيكم هلا حد منكم بيعرف فهودي حد فهودي ساكن قريب عليه حد كان يعرف فهودي حد بيعرف شو قصته بدي اعرف كيف هذا اللي عمره 29 سنة شفت بالتعليقات واحد احد بيحكي انه عمره 29 سنة كيف بيعمل هاي الاشياء ليه هيك بيعمل شو وصلوا له هاي المرحلة انه هيك يسوي يحط هذا شعر البنات يحط هاي الفلاتر ويضلوا يحكي دائما تضيفوني على الاسناب بدي بنات بس ما يضي شباب تضيفوني انا ما بدي شباب يضيفوني شو اللي موصل له هاي المرحلة عن جد لو في حدا منكم بيعرف بالتعليقات اكتب لي بس مش تروح تكذب تحكي لي اه والله كان جار نا احكي لي الحقيقة جد لو بتعرفه اكتب لي شو قصته لا تغطرع لي قصة من عندك تحكي لي اهد ايجا من المريخ فهودي شاف انه الشباب ما ضفوا ولا البنات فخلص طلع يحكي للشباب والبنات بمشاء الله اي حدا يضيفني شباب بنات اطفال مين مكان ممكن تيجوني على الاسناب تابعيني لنحين ما بيحد نضافني بالاصفر لنحين ما بيحد نضافني تعالوا ضيفوني شب حسابي في البايو تعالوا ضيفوني وبكتب لكم اليوزر حق الاصفر تعالوا ضيفوني تعالوا يلا بنات كباب احبكم انا عندما تبعتنا ممكن شب استورياتي تعالوا احبكم انا فهودي انا عن جد بدي افوت هلا على الاسناب بدي اشوف الاستوريات تحتك انا بدي اشوف لو فتت جد اضيفك رديت عليك رديت لما حكيت لنا تعالوا تعالوا شو قاعد بتنزل هناك خلينا نشوف مع بعض خلينا نتفرج على اسنابات فهودي وشو قاعد بنزل هناك شو هذا الشكل فهودي ليحق دائما كل مرة فلتر جديد بتطلع لنا شو هذا الفلتر اللي طالع فيه لا مشان الله لا تبوس بيستخدم كل مرة فلتر جديد وكل فلتر بيستخدمه اسوأ من التاني شو هاد حط بنت شو بتسوي فهودي خلاص بصير بينشر لبنات البنات بيجي بيضحكوا عليه اسمعوا انشرلي انا بتعرف عليك بهاي الطريقة بالاخر بيسحبوا عليه بياخدوا منه نشرب بلاش على اساس انه بهاي الطريقة هم رح يعطوا فرصة ويتعرفوا عليه بس بالاخر بيكتشفوا انه هو كمان ما عنده مشاهدات هم بفكروا عنده مشاهدات لو ما ينشرلي اكيد رح يجيني تقريبا 2000 اضافة فهودي بالبداية اذا ما عنده شفتوا وارجلتكم الفيديو اللي بالبداية لما حكى كيف ضيفوني بالاسناب حكى للشباب ما يضيفوا هلأ خلاص فطلت تفرع معه شباب بنات اي حدا بس ضيفوني متابعيني انا مسافر راجع رياض وان شاء الله ما اوصل رياض ان المشاهدات اني خمسة ستة بالاصبع بكتب لكم اليوزر وكلكم تسوولي اضافة حتى ما تبعتني عالي شب اسطورياتي بس تابعوا اسطورياتي ان شاء الله ما اوصل رياض اللي انا واصل خمسة الف مشاهدة بالاصبع محووس كتير بالاسناب بنفسه الناس يجو عنده الاسناب ما بعرف لي بده يجمع هناك ناس هلأ انه بده يتعرف على بنت من السنابشات ولا لانه بده مشاهدات بهاي الطريقة بجيب فلوس من السنابشات انا مو متأكد بس ما اتوقع يكون هو الفلوس اتوقع هي الهدف انه البنات لانه حكا كيف انه انا ما رح اضيف الشباب انا البنات بس اللي بقبل اضافتهم حسابي هذا جديد الاول راح حسابي هذا جديد الاول راح حسابي لما اضيفني رابط موجود بالبايو اضغط على رابط اضغط على رابط بديك الاصفر يجيبك عندي فيديو طوله دقيقة بيشرح للناس كيف يضيفوه على الاصفر اعطاهم طريقة بالبايو اعطاهم الاسم بالفيديو نفسه كتب بالدسكريبشن تاع الفيديو كمان كاتب اسم الاسناب بكل مكان بالتعليقات كاتب هذا الاسناب بتاعي يضيفوني وما في حدا عم يضيفوه اههودي خلص ظلك تحاول ما بس هيك كمان رجع مرة تانية حاول بس هاي المرة حاول بالشعر بالباروكة عشان بهاي الطريقة يجيب مشاهدات كتير لانه حاطت الباروكة شكله غريب ويحكي لهم ضيفوني هو بمخه بيفكر انه بهاي الطريقة اكيد هتنجح العملية ورح يضيفوني لانه الفيديو هتجيب كتير مشاهدات لانه حاطت هذا الشعر الغريب بس اكيد يا فهودي رح يسحبوا عليكم انت طالعوا لهم بهذا المنظر يا حقين التكتب بحطت محسابي الاشخاص اكتب لكم كتابه كلكم تعالوا ضيفوني بنات شباب انا حمجي حتى ما تتابعني تعالوا بستوريا صر على اكس نقطة اكس نقطة خمسة خمسة سي تي خمسة خمسة اكتب لكم كتاب اليوزر حتى ما تضيفني تعالوا بستوريا حكا شافوي كتبوا كل مكان حاطوا بالبايو عنده حاطوا بس ما عم بيضيفوه حكا كمان كيف انه ما بدك تضيفني خلص لا تضيفني عادي انا ما بديك تضيفني بس سعى الاحضر السورياتي فاقد الامل بده اي اشي مشان الله طيبية طب افوتوا عندي بس هيك طب ما تتحضروا حتى الستوري بس اكتبوا الاسم طب اهموني اكذبوا علي بالتعليقات اي اشي خلص بس مشان الله ضيفوني اعمل ايشي مشان ناس بالسنابشات بنات ضيفوني شباب خلص عادي طليلكم بهذا الشعر شباب شو رأيكم بشكلي ها حلول لا عادي بتحول خلص المهم حد يعطيني وجه فاهودي خلص في شاء الله حد يفهمني شو قصت فاهودي عن جد نفسي افهم شو هاي القصة انا زلت حتى عندي بالسناب نزلت انه شو قصته حد بيعرفه منكم حد بيعرف شو القصة تاعته بنفسي افهم قبل ما اسوي هذا الفيديو بس ما في حد بيعرفه للأسف يعني ما حدا حكالي اي اشي فاهودي زي باتمان بيختفيك طول اليوم بيطلع اخر الليل مش عارف شو عاد بيسوي فاهودي بحياته بس هدفه الوحيد انه بده الناس يجوا عنده الاصفر بده المشاهدات تعلي عنده اهم شي المشاهدات مش فارقة معه انه حتى الناس يضيفوه حكاها هو انه خلص بس تعالوا احضروا حد ما اتابعني هاشو بستوريا لو حد بيعرفه وبيعرف شو القصة تاعته اكتبولي بالتعليقات وبس هذا هو الفيديو لليوم ونشوفكم على خير ثمان الله